السلام عليكم مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة ميجاوز فكنت مني ان شاء الله تكونوا كلكم بخير يوم ان شاء الله هنقترح عليكم طبق شتوي بامتياز كيجي لديد زفزف وصحي ومغدي اكيد لنا والوليدتنا الطبق كيتحضر فقط قصير جدا لهو فقط 30 دقيقة يكون جاهز كيف كتشوف معايا هو طبق الحمص بقطع اللحم او مربعات اللحم كيجي بواحد المرقة اللي هي خاترة هكدا ولي دا صدقوني بزف بزف طبق لامهات دينا كانت مني ان شاء الله هتجربوه فاكيدا غا دينال اعجاب ديلكم اذا عجبتكم الوصفة دليوم ما تبخلوش علي بجام ومشاركة الفيديو في مواقع تواصل اجتماعي باش تشجعوني ودعموني اكتر وبالنسبة للمقادير فهي بسيطة جدا غا نحتاج الواحد زلافة تقريبا ميتين وخمسين جرام دلحمس اللي رقدناه في الماء ما لا يقل عن جوج ساعات يعني جوج ساعات الفق حتي يفزق ويشيخ مزيان غا نحتاج ايضا ميتين وخمسين جرام من قطع اللحم هابرة فقط اللي قطعته بهذا شكل هذا شكل مربعات ما يكونش فيها العظم وغا دي نحتاج بصلاك كبيرة اللي تكون هكدا كبيرة مش لضاء وجوج صغارين ثلاثة الفصوص دتوما محكوكين غا نحتاج ايضا واحد الحباد دماطيشال اللي تكون كبيرة او جوج صغارين ماشي مشكل وغا نحتاج جوج مع علاق كباردق صبور ومعد النس بالنسبة للتوابل فقد نحتاج بالنسبة للملح فكيبقى حسب الضوغ هنحتاج نسف ملعقة صغيرة دلكامون نسف ملعقة صغيرة للفلفول الاسود ملعقة صغيرة دسكينجبر وملعقة صغيرة للخرقوم ملعقة صغيرة للفلفول الاحمر ونحتاج نسف كأس خليط زيت الزيتون وزيت نباتية فهدو هما المكونات اللي عندنا كيف كتشوفو بساطين جدا غادي نوضع كل شي في تجرات الضغط او آآ الكوكوت غادي نوضع آآ الزيت اولا غادي نضيف عليها البصل والثومة بصلها محكوك ام شاء الله ضه هكده والثومة آآ محكوكا غادي نوضع قطع اللحم وبالنسبة اللحم يمكن استعملوا الكيمياء اللي بغيتو فانا فقط استعملت غير آآ ربع كيلو هكده اللي ما فيه شي ما فيه شي لطن من الاحسن هاد المربعات هادو يكونوا هكده فاسا غادي نضيف عليهم الملح وغادي نوضعهم فق نار متوسطة غادي نشحرهم مزيان حتى يتشحروا آآ تقريبا واحد خمسة ست دقيق على النار اللي تكون متوسطة ما تكون شي نار مجهده وما تكون شي مهيلة حيس تكنت النار مهيلة اللحم غادي يطلق المدية له وغادي نجي ناشف ما غادي طيب شي ضغير ملي كان شحرهم كنضيف عليهم كيف كتشوفو طماطم وربع اللي هو قصبور ومعد نصفة صفي هنا آآ ما غادي نشحرش هاد الباقي غير غادي نضيفهم هكده كيف كتشوفو غادي نضيف عليهم التوابل اللي هي كاملة ضيفت كنت في اللول فقط الملح ودبها التوابل هادو كاملين غادي نضيفهم دفعة واحدة وغادي نضيف الكيميا دي الحمس اللي عندي صفي وغادي نمرق الكيميا الكافيات اللي ما يعني يتغطوا بالما ما يكونش المقليل فانا كنذكر غادي نوضع المقليل لاناني عملتهم فطنجرات الضغط باش غادي يطيبوا لي في ثلاثين دقيقة اذا كنتوا غادي عملوهم فطنجرة عادية فاقسكم المال كافي باش يتبلكم باش يتبلكم باش يتبلكم الطبق فمن بعد صفي ما اضيفت غادي نضيف اللي هو ضروري يكون ما غاليين باش ما نضيفش المبارد باش الحمس ما تقرز الشي ضروري ملماء سخون يكون سخون بزف وغادي نشد الكوكوت ديالي ونوضع لها صفرة ونخليها حتى تغلق أو تتبدا تصفر وغادي نحني النار مرة وغادي نخليها بالضبط ثلاثين دقيقة عد نفتح عليها بعد ثلاثين دقيقة بالضبط كيف كنت شوفوا معايا فتحت هدا هو الشكل نهائي دياله غادي ستنى شوية فقط يتشرب المارقة باش يجي هكذا خاتر ومعلك وغادي نطفي عليها النار هدا هو الشكل نهائي دياله نقدمو الطبق بالصحة والعافية هاد الطبق هدا كيف قد كم هو شتوي بامتياز يعني طبق سخون تقيل شوية نقدموه لوليدة نفهد الفصل هدا كيجي من ألد وأروع ما يكون كيف قد كم هو طبق زماني طبق الأمهات ديالنا كيجي لديد بزف جربوه إذا كنت عمركم ما جربته وخليولي في التعليقات كانت مني إن شاء الله إذا عجبتكم الوصفة اليوم تخليوا جامل الفيديو وتشاركوا في مواقع التواصل الاجتماعي باش تجعوني ودعموني أكثر وإذا كنتم كتشوفوا القناة ديالي لأول مرة نضموا لنا الضغط على الزر الأحمر زر اشتراك أو أبوني وفعلوا الجرس باش توصلوا معنا دائما بالجديد وأنا هنا كنقول لكم كيف ديما صحة ورحة وإلى اللقاء فيديو آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة